نبدأ نعمل مقياس الدهون أي حد الأطفال عموماً فوق الـ 12 سنة أو فوق الـ 18 سنة حتى من الـ 12 سنة بيبقى عندهم كيرفز للأطفال أي طفل بيقدر يقف يمسك الجهاز ده بيقدر نعمل مقياس الدهون وحتى الأطفال الأصغر حقيقة بنحطهم على كيرفز إحنا عندنا بأخفائين تخزين ودكاترة الأطفال وبنشوف تنه بالنسبة للكيرف طول ما هو جوه الكيرف ده هو في النورمال لو هو واقع أو فوق أوي ده بيبقى بقى سواء عنده بقى نحافة أو سنة فطول ما الطفل في النورمال رينج مهم مقياس الدهون دكتور مهم طبعاً لأنه هو بيوريني الأطفال دي بتنمو بشكل عام أنا مهم إن أنا أروح أعمل مقياس الدهون حقيقة هو مش حاجة علمية قوي أقدر وموضة شوية أولاً يعني ده 100% هو بيديني إنديكيشن لحد كبير بيديني إنديكيشن سواء أنا مثلاً ما عنديش عضلات قوي فأنا كده ما بحرقش وعندي مشكلة في جسمي لأن العضلات دي حاجة مهمة جداً للحرق حاجة مهمة جداً إن أنا أصل بطولي كده مع العجز كل ما الكتلة العضلية دي بتبقى قوية كل ده بيقولي إن أنا هعيش حياة صحية أكتر أكتر وحيبقى عمري أحسن صحيح صحيح فمهم إن أنا بقى عارفة لشكل العام بس مقدرش أقول إنها إنديكيشن يعني علمي 100% بس هو بيديني آه بيديني هي موضة مش موضة هو بيديني دايركشن بس في حاجات بقى طبية مثلاً بيقياس بقى نسبة الكسافة العظم حاجات أمور أكرت يعني بس هو عموماً بيديني يعني شكل عام كده إنديكيشن كويس إن أنا عارف جسمي بيتكون من إيه طيب سكريات بتتركز فين أكتر دكتور أسار الحقيقة هي سكريات يعني بتتركز فين ده بيفرق على حسب الجينات لا يعني آه يعني أنا الجينات هي اللي بتخليني أخذني الدون من هنا أو ستات يعني مشكلتها في الجناب من هنا بالضبط مشكلتها في البطن هي سكريات عموماً بتعمل مقاومة إنسولين ومقاومة الإنسولين بتعمل دهون في منطقة البطن وبتعمل كمين دهون على الكابت فعادة إنس السكريات آه السكريات أو لما بيكون أكثر ما بحرق حتى سكريات الفكهة آه الحقيقة السكريات الفكهة مش ديرو كالوري يعني الفكهة مفيدة جداً طول ما هي جوة سعرات الحررية إنما مثلاً أنا أبضى رايحة جاي على طبق بطيخ مثلاً طول النهار مش هخيص لأن أنا السكر اللي بالبطيخ يتخن وياسي آه ما هو السكر العادي ده جاي من الأصب هو الفكهة ده سكر يعني كترة أكل البطيخ يقولك ده مية لا هو مش مية يعني هو مش مية وفي سعرات حرية وفي سكر الفكرة إن أنا لما باكل كانتالوب نفس المشكلة كانتالوب أقل يعني البطيخ الجليساميك إنديكس طاعة أعلى يعني بيرفع السكر أعلى شوية من كانتالوب عموماً أنا مش هتخن من البطيخ ولا من كانتالوب طول ما هو من ضمن سعراتي وطول ما هو أنا عموماً يعني مش ببقى عايشة ألقط أنا باكل فطار غدا عاشا ولي وجبة فكهة في النص كمية سناك حتى لو كمية دي طبق كبير مجرد ما خلصت الطبق ده مش بفضل ألقط ليه بقى لأن الأكل طول الوقت بيرفع الإنسولين والإنسولين هرمون بناء وطول ما هو عالي أنا ما بخسش وبحرقش دهون يعني الأكل في مواعيد سبتة هو الأفضل سبتة أهو أهو